بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين غبريال السابع البطريارك الخامس والتسعين من بطاركة الكرازة المرقصية رتبت الكنيسة أن تحتفل اليوم بتذكار الثلاثة أعياد السيدية الكبرى البشارة والميلاد والقيامة ويصلى بالتقس الفريحي بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا أمين وفيها أيضا استشهد القديس ديمتريوس التسالونيكي في زمن الملك باكسيميانوس والذي حكم ما بين سنة 284 إلى 312 ميلادية كان هذا القديس شابا تقيا حصل على علوم كثيرة وبالأكثر علوم الكنيسة وأخذ يعلم ويعظ ورد كثيرين إلى الإيمان بالسيد المسيح فسعى به بعض الأشرار لدى الملك فاستحضره وأمره أن يبخر لآلهته ويسجد لها فلم يوافق فأمر بطعنه بالحراب إلى أن تهرأ جسده وسلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه ونال إكليل الشهادة وأخذ المؤمنون جسده الطاهر ووضعوه في تابوت مرخام حتى انقضاء الزمن للضهاد فبنيت له كنيسة عظيمة في تسالونيكي ووضعوا جسده فيها وكانت تحدث منه آيات وعجائب كثيرة بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيها أيضا من سنة 1568 ميلادية تنيح الباب القديس غبريال السابع البطريارك الخامس والتسعون من بطاركة الكرازة المرقوسية ولد هذا القديس بمنشية الدير المحرق باسم روفائيل رباه أبواه تربية مسيحية حقيقية ولما كبر مضى وترهب بذير القديسة العذراء المعروف بالسريان في برية شيهيت وسار سيرة رهبانية فاضلة ولما تنيح الباب يؤنس الثالث عشر اجتمع رأي الأساقفة والأراخنة على اختياره بطرياركة فرسموه يوم الأحد الرابع من بابه سنة 1525 ميلادية بذل هذا الباب مجهودا كبيرا في تعمير ديري الأنبى أنطنيوس والأنبى بولا بالصحراء الشرقية بعد خرابهما مدة طويلة وقد رسم الأنبى يوساب الثالث مطرانا على الحبشة سنة 1547 ميلادية فعادت العلاقات بين الكنيستين بعد مدة من القطيعة كان في طريقه إلى دير الأنبى أنطنيوس ونزل في المركب عند الميمون متوجها إلى الناحية الشرقية للنيل ولكنه تنيح في المركب فنقلوه ودفنوه في كنيسة الشهيد مارقوريوس أبي سيفين بمصر القديمة بعد أن قضى على الكرسي المرقصي 43 سنة و25 يوما بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين دفنار اليوم التاسع والعشرين من شهر باب المبارك سشهاد القديس العظيم ديمتريوس قد أشرق لنا اليوم التذكار المقدس الذي لهذا القديس ديمتريوس هذا الرجل البار كان في أيام مكسيميانوس البلك المنافق وكان مسيحيا منذ صغره من أهل مدينة تسالونيكي وكان يتعلم من الكتب المقدسة أنفاس الله وتعلم أكثرها ويعلم الشعبنا موسى الله ويرجعهم عن عبادة الأوثان فسعى بهذا القديس أناس أردياء منافقون وعرفوا الملك إنه يبطل عبادتك ويسمي آلهتك شياطين فغضب الملك جدا وأمر أن يعتقل الصديق وعذبه عذابا عظيمة وهدده أياما كثيرة لعله يتنحى عن عبادة المسيح ويرفع البخور للأوثان ولما لم يمل إلى قول الملك طعنوه في جسده بعدة من الحراب فأسلما روحه بيد المسيح ونال إكليل الشهادة بصلواته يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا أي لسان جزداني يقدر أن يقص غبطتك أيها الشهيد العظيم الذي لربنا يسوع المسيح القديس ديمتريس الجندي الشجاع الذي أبغض هذا العالم واهتماماته المملوئة أتعابا وأحب أن يكون مع المسيح برجاء ثابت فمنحه الذي تمناه وهو الإكليل غير الفاسد رفضت الفرح وحياة هذا الدهر الذي يزول ويفسد من بعد زمن قليل فنلت الملكوت والحياة الدائمة في أوروشليم السمائية موضع راحة القديسين فلتتبارك بك كل قبائل الأرض أيها الشهيد العظيم القديس ديمتريس لأن لسان الضعيف لا يتعب بمديحك أيها الشهيد المجاهد الذي لربنا يسوع المسيح يا من جدى في الزرع المزروع في حقله وأنبعى ثمرة بمائة وستين وثلاثين يا من صار قربانا طاهرا نقيا يصلح أن يرفع ذبيحة لرب الإله يا من استحق أن ينال الإكليل غير المضمحل في السماوات والصوت المملوء فرحا وبهجة القائل تعال دخل بفرح إلى الملكوت الدائمة لكي تتنع ما فيها إلى أبد الأبد اطلب من الرب عنه لكي ينعم لنا بغفران خطر